سبع أنواع محبي اللي هي ضد محبة الله أولا محبة العالم قال الرسول يحنى لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب العالم يمضي وشهوته أما الذي يثبت إلى الأبد يعني هاي مشيئة الرب في رسالة يعقوب رسول يعقوب صحاح أربعة والآية أربعة أيها الزنا والزواني أما تعلمون إن محبة العالم هي عداوة لله طبعا محبة العالم هم يتكلم عن قيم العالم عن نظام هذا العالم الفاسد الشرير عن أخلاقيات هذا العالم عن مبادئ هذا العالم عن فلسفة هذا العالم وهو ضد نظام يسوع المسيح ثم الشيء الثاني محبة الظلمة في يحنى الثلاثة مكتوب آية 19 وهذه يدينون إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة مشان هيك كتير ناس بتخاف تيجي للمسيح على فكرة في كتير ناس بتخاف حتى تقرأ الكتاب المقدس ليه؟ لأنه بيفضح الظلمة وبتجيب دينونا ومشان هيك أنا بدعو خلي يعني نور الرب اللي يفضحني بدل من أنه أواجه الرب في يوم من الأيام دينونا أنه رفضت الحق ورفضت المحبة شيء ثالث محبة مجد الناس مكتوب أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله يعني ما قدروا يتبعوا الرب يسوع لأنه كان الهدف تبعهم أن يحبوا مجد الناس علاقاتهم مع الناس المسايرة والتهادن وعلى فكرة أقولها بأسف هاي مشكلة رجال الدين اللي بيسايروا على حساب الحق الكتابي بيسايروا بيسوع وبيتنازلوا عن يسوع اللي هو لا يقارن وبيتنازلوا عن كلمة الله الحق عشان يساير شوية رجال دين آخرين أو دياني أخرى لكنهم يعني سيواجهون الدينونا إلا إذا سمعت هذه الرسالة بدعوك أنك تتوب كرجل دين لأنه محبة مجد الناس بتودينا على جهنم آه أنت يمكن أخدت الاعتبار وأخدت يعني العظمة والتكريم بس في يوم من الأيام رح تواجه الديان شيء رابع محبة المال وهاي صفة العصر مكتوب عن بلعام نبي كذاب في العهد القديم أحب أجرة الإثم والكتاب بقول لي أن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة الكتاب يعلمنا عن الطمع يعني بهاي الأمور الذي هو عبادة الأوثان يعني الطمع هو اللي بيعبد أوثان أي طمع سواء بالمادة في زوجة رجل آخر كل هذا تحت الطمع شيء خامس محبة الضلال مكتوب لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا لأنه أحبوا الضلال فجاهم الضلال وروح الضلال لأنه رفضوا الحق كما قرأت في يحنى لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة شيء خامس أو سادس محبة الذات الأنانية وهاي سمة الأيام الأخيرة لأن الناس بكتوب في الأيام الأخيرة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال غير محبين للصلاح محبين للذات دون محبة لله تيموثاوس الثاني صح ثلاثة بتشوف ليس تطويلة عريضة عن هذه المواصفات محبة الذات اللي هي خلاص الإنسان الأنانو اللي بحب ذاته فإذن هي أم كل الخطايا هي الحساسية المفرطة ومن ناحية تاني هي الكبرياء والتعالي والتشامخ أو التواضع المصطنع كلها تحت هذه الأنانية أخيراً أحبائي محبي للشر والشهوة والفساد وبتعرفوا منهم بدعة يعني محبة اللز أو الشهوة فلسفة الهيدنزم أو بدعة النيكولويين اللي بيحكي عنها في سفر الرؤية إنه طالما إنه هذا الجسد مادي فلنأكل ولنشرب لأننا غداً نموت خليني أو مارس الخطيئة والشر في حياتي ما خلاص معاتش يعني الأهم إن الروح لكن أحبائي بقول هؤلاء المحبين للشر يعني نصيبهم الهلاك بقول رسول بطرس هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة الشهوة اللي عمت عيون الناس من كل النواحي